مشاهدين أتساع صباحاً ووعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع فاطيما خليل تفضلي فاطيما شكراً جمانا أتساع صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهاني والتمنيات الأخوية لخدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية والأميرة محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودية متمنياً للشعب السعودي الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء وعبر صفحته على فيسبوك أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التاريخ الممتدة من المودة والأخوة بين مصر والسعودية يشهد على عمق الروابط والأواصر الوثيقة بين الشعبين وقوة وصلابة العلاقات بين البلدين مشدداً على تطلع المستمر إلى تقويتها وترسخها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون تصالح في مخالفات البناء وخلال ترأسه مجلس المحافظين أشار مدبولي إلى وجود تنسيق مع مجلس النواب بهدف التوافق على المواد المطروحة بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون وخلال الاجتماع كلف مدبولي مجلس المحافظين بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المدريات والإدارات التعلمية لضمان جهازية المدارس قبل بدء الدراسة وأكد مدبولي أهمية المعارض التي تتم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة لتوفير احتياجات المدارس استضاف وزير الخارجية سامح شكر النظيره الأردني أيمن الصفضي والعرقي فؤاد حسين في إطار أليات التعاون الثلاثي وذلك بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدولة الثامنة والسبعين لجمعات العامة للأمم المتحدة وبحث وزراء خارجية الدول الثلاثة سبوا لتفعيل التعاون في عدة مجالات اقتصادية والسياسية حيث تم الاتفاق على هامية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة وذلك في مجالات منها الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية هذا واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القهرة أعلنت لجنة للأزمة والطوارئ بالحكومة الليبية ارتفع حصيلة ضحايا إعصار دانيال في درنة إلى 3845 شخصا ووفقا للجنة فقد تم انتشال ودفن جثمين 43 شخصا جديدا إضافة إلى جثمين 202 في اليوم السابق وأشرت اللجنة إلى أن الأرقام التي يتم الإعلان عنها هي الوفيات الموثقة من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية لافتة إلى أن العمل جار على متابقة هذه البيانات مع قوائم المفقودين وحصر كامل لضحاء الكارثة ما يجعل الرقم قابلا للزيادة أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف أن أحدث مقترحات الأمم المتحدة لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود لن تجدي نفعا باعتبارها لا تفي بالوعود التي تلقتها بلاده وأوصف وزير الخارجية الروسية خطة السلام الأوكرانية المكونة من عشر نقاط بغير العملية على الإطلاق مشددا على أن حل الصراع سيكون في ساحة المعركة إذا تمسكت أوكرانيا والغرب بها أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعصير أن العاصفة المدرية أوفيليا عبرت إلى جنوب شرق ولاية فرجينيا وذكرت هيئة الأرصاد الجوية ومقرها ميامي أن أوفيليا تتحرك شمالا بسرعة 19 كم في الساعة تقريبا وتوقعت الهيئة أن تستمر العاصفة المدرية في التحرك فوق جنوب شرق فرجينيا خلال الساعات المقبلة ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ آن تعهد بتعزيز علاقات التعاون مع الصين في رسالة إلى رئيس شي جينبينج جاءت رسالة ردا على التهاني التي أرسلها الرئيس الصيني بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس كوريا الشمالية هذا الشهر حيث أبدأ الرئيس الصيني استعدده لتعزيز التواصل الاستراتيجي والتعاون على مستوى فرق العمل نهاية مجزة تساعة من التلفزيون المصري عودة الاستكمال باقي فقرات سباح الخير مصل لكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر